استقبلت الكنائس الأردنية التي تتبع التقويم الشرقي شعلة النور المقدس التي فاضت في سبت النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالكدس حيث تم استلام شعلة من جسر الملك حسين ونقلها إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة لتوزيعها على كنائس المملكة والعالم تفاصيل أوفى حول هذا الحدث المبارك في سياق التقرير التالي في مشهد مهيب استقبل سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثودوكس شعلة النور المقدس المنبثقة من قبر الخلاص للسيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس حيث استلم سيادته النور المقدس من مسؤول التشريفات في بطرياركية الروم الأرثودوكس عند جسر الملك الحسين لنقله وتوزيعه على كنائس الأردن والعالم وقد قام سيادته بنقل الشعلة إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة حيث جرى هناك استقبال شعبي حاشد للنور المقدس بحضور الأباء والكهنة ومندبي الرعاية من لجان كشفية وسيدات وشبيبة ومدارس الأحد ليضيء قنادي لموائد الكنائس خلال قداس الفصح المجيد وكان قد وصل إلى عمان الأرشمندريت يعقوب خليل والأبن كتاريوس خيرالله من بطرياركية أنطاكيا قادمين من بيروت عبر مطار الملكة علياء الدولي لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد الذي وافاهم إلى المطار لتوزيع بركته على كنائس لبنان ونقل قدسه محبة وأدعية المطرن خريستوفوروس لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجيا أن يكون نور هذا العام قيامة للبنان من محنته كما وصل إلى مركز حدود جابر الأردني الأبئلية فنكجي من أبرشية بصرة وحران وجبل العرب والسويدة من سوريا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد الأب ديمتريا السماوي راعي كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق لتوزيعه بركة على كنائس سوريا وقد نقل الأب سماوي محبة وأدعية المطرن خريستوفوروس لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجيا أن يكون نور هذا العام سلاما وقيامة لسوريا من محنتها ومن جنوب المملكة حضر الأرشمندريت سابا حوراني الرئيس الروحي لمحافظة الكرك لاستلام شعلة النور المقدس من يد المطرن خريستوفوروس ليبارك به كنائس الجنوب ومن العقبة استلم الأرشمندريت انراوس شامية الرئيس الروحي لمحافظة العقبة الشعلة ليونيرا ويبارك بها كنيسة القديس نيقولاوس بن نور المقدس كما استقبلت كنيسة الروم الأرثودوكس الفحيس شعلة النور المقدس المنبثقة من القبر المقدس في احتفال مهيب شارك به المؤمنون من أبناء المنطقة هذا وقد شارك ألاف من المسيحيين في مراسم سبت النور في مدينة القدس عشية عيد الفصح لدى الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي وحمل المشاركون الشموعة وتجمعوا داخل كنيسة القيامة في البلدة القديمة ليبقى الأمل أن تحمل هذه الشعلة السلامة والأمانة في كل العالم وأن تكون قيامة السيد المسيح قيامة لكل الأوطان ورجاء بغد أفضل للجميع المسيح قام حقا قام